بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الباب الثاني من مقرر الرياضة المالية الفائدة المركبة ومع الوحدة الثامنة من هذا المقرر القيمة المستقبلية جملة المبلغ سبق وأنعرفنا الفائدة المركبة بأنها الفائدة التي تحسب على أصل المبلغ المستثمر مضافا إليه فوائد فترات سابقة وبينا بمثال مبسط أن استثمار على سبيل المثال ألف ريال بمعدل عشر في المية سنويا أو دوريا ولمدة ثلاث دورات يترتب عليه حصول هذا المبلغ على عائد مقداره مئة ريال في نهاية العام الأول أو نهاية الدورة الأولى وهذه المئة ريال جاءت من تطبيق المعدل العشرة في المية على مبلغ ألف ريال أصل المبلغ في نهاية العام الثاني أو الدورة الثانية الفائدة المضافة هي مية وعشرة إذن سيكون الرصيد هو ألف وميتين إذن سيكون الرصيد في نهاية الدورة الثانية ألف وميتين وعشرة المية وعشرة الإضافية جاءت من تطبيق العشرة بالمية على الألف ومية وليس على الألف فحصل هذا المبلغ على عائد مقداره مية وعشرة ريال مضافة إلى الألف ومية الناتج هو ألف وميتين وعشرة في نهاية العام الثالث العشرة في المية ستطبق على الألف وميتين وعشرة وليس على الألف ومية ولا على الألف وحين إذن سيكون المبلغ المضاف هو مية وواحد وعشرين تضاف إلى الألف وميتين وعشرة فسيكون الناتج ألف وثلاثمية وواحد وثلاثين بعد إضافة 1331 بعد إضافة 121 إلى 1210 إذن الفائدة حسبت في كل عام على الرصيد أو في كل دورة على الرصيد المتوفر في بداية تلك الدورة مضافا إليه الفوائد السابقة المتراكمة وهذا يعني أن الفائدة تحسب على الفوائد السابقة بالإضافة إلى أصل المبلغ القانون العام لجملة المبلغ FV تساوي PV مضروبة في 1 زائد R للقوة N حيث FV هي القيمة المستقبلية أو جملة المبلغ future value PV القيمة الحالية أو المبلغ المتوفر حاليا للاستثمار R معدل الفائدة الدوري وإن الزمن بالدورات نلاحظ مرة أخرى أن معدل الفائدة دوري مرتبط بمعدل يعني بدورة زمن معينة معدل الفائدة ممكن يكون سنوي شهري ربعي نصف سنوي إلى آخره وهناك دورات محسوبة زمن محسوب بالدورات المطلب دائما هو التوافق بين وحدة الزمن المرتبطة بمعدل الفائدة بمعدل الفائدة ووحدة الزمن التي تقاس بها مدة الاستثمار يعني دائما توافق بين R كذا دوريا وN دورات إذا قلنا مثلا R 10% سنويا N لازم سنوات قلنا R مثلا 10% مثلا ربع سنويا N لازم تكون أربع سنوات تمام وهكذا مثلا استثمر شخص مبلغ 10 ألاف ريال بمعدل 10% سنويا ولمدة 3 سنوات طبعا هون المعدل 10% سنويا فائدة مركبة احنا موضوعنا الآن فائدة الفائدة المركبة ما عاد نستعمل صيغة الفائدة البسيطة تمام وحينئذ تلقائيا نفهم في هذا الباب أن كل ما يتعلق بمعدل الفائدة هو الفائدة المركبة المطلوب احسب جملة هذا الاستثمار طيب المعطيات PV تساوي 10 ألاف ريال R 10% سنويا N ثلاثة ثلاثة سنوات ثلاثة سنوات إذن القيمة المستقبلية حسب الصيغة FV تساوي PV في 1 زائد R للقوة N نطبق هذه الصيغة FV تساوي PV هي 10 ألاف في 1 زائد R 10% للقوة N اللي هي ثلاثة الناتج لو حسبنا 1.1 للقوة ثلاث هذه كيف نحسبها؟ نحسبها طبعا بشكل بداي 1.1 ضرب 1.1 ضرب 1.1 يعني 1.1 اللي هي 11% مضروبة في نفسها ثلاثة مرات وهذه بتعطيني 1.3 3 1 طبعا إذا بدي أحسب بشكل بداي نلاحظ أنه العملية قد تكون صعبة وخاصة إذا كانت N كبيرة يعني مثلا لو قلنا N تساوي 10 دورات فرح نضرب القيمة 1.1 في نفسها 10 مرات وهذا طبعا مش عملي ليس يعني عمليا طبعا الناتج النهائي 13.310 هاي الملاحظة اللي ذكرناها المقدار 1 زائد R للقوة N يصعب حسابه وخاصة في حالة كون N كبيرة يتم اللجوء إلى الجداول المالية طيب شو هي الجداول المالية الجداول المالية طبعا هي متعددة لكن الآن معانا جدول اسمه جدول جملة ريال 1 مستثمر بمعدل معين ولمدة معينة تمام لو كان عندي PV تساوي 1 ريال طيب F V للواحد ريال تساوي حسب الصيغة حسب القانون PV 1 في 1 زائد R مرفوع للقوة N إذن جملة جملة ريال 1 مستثمر بمعدل معين قيمة R ولمدة N الجملة هي عبارة عن 1 زائد R للقوة N هذا الكلام بيعني أنه إحنا بإمكاننا نحصل على المقدار 1 زائد R للقوة N محسوبا جاهزا من هذا الجدول بمجرد تحديد المعدل والزمن تمام طبعا المعدل الدوري والزمن بالدورات يعني إذا كان المعدل عندي سنوي فهي لازم تكون سنوات إذا كان هذا شهري هاي لازم تكون أشهر تمام وحينئذ لو رجعنا للمثال السابق اللي حلنا قلنا 10 ألاف مستثمر بمعدل 10% تمام ولمدة 3 دورات إذن أنا بحتاج إلى المقدار 1 زائد 10% للقوة 3 هذا المقدار جاهز محسوب بس حدد المعدل وحدد الزمن ستجد أن هذا المقدار 1.3 3 1 موجود ومحسوب ومحسوب لدي في جدول جملة ريال 1 إذن لو أعدت حل السؤال مرة ثانية لن أحتاج إلى احتساب 1.1 و10% أو 1.10 للقوة 3 ما ححتاج أحسبها بالطريقة البدائية تمام أني أضربها في نفسها ثلاث مرات ما بحتاج تمام ليش لأن هذا المقدار موجود ومحسوب جاهزا في جدول جملة ريال 1 مستثمر بمعدل R ولمدة N معدل معين المعدل طبعا اللي هو R والمدة هي N تمام خلينا نشوف تمام لاحظ أن المقدار 1 زائد R للقوة N لا نحتاج لحسابه لأنه مدرج في الجدول تحت المعدل 10% ومقابل الزمن 3 حيث القيمة الجدولية محسوبة جاهزة 1.331 وهذا يعني أن جملة ريال 1 مستثمر بمعدل 10% دوريا ولمدة 3 دورات هي 1.33 1 خلينا ناخذ مثال آخر استثمر شخص مبلغ 10.000 ريال PV تساوي 10.000 ريال بمعدل نصف سنوي تركب كل 6 أشهر مقدار 6% 6% نصف سنوي ولمدة 4 سنوات N تساوي 4 سنوات طيب 4 سنوات كم نصف فيها كم نصف سنة فيها 8 أنصاف إذن 8 أنصاف أو 8 دورات طيب المطلوب احسب جملة استثمار هذا الشخص الحل PV مثل ما قلنا 10.000 6% نصف سنويا ون تساوي 4 سنوات 8 دورات نطبق القيء الصيغة F V تساوي P V في 1 زائد 10% مرفوعة للقوة 8 في 1 زائد 6% في 1 زائد 6% للقوة 8 طبعا الآن المقدار 1 6% للقوة 8 يعني يصعب حسابه بشكل بدائي ولكن احنا منتذكر أنه الجداول المالية ومنها جدول الجدول اللي عرفناه قبل قليل بيعطيني 1 زائد 6% قيمة محسوبة جاهزة هذه عبارة عن قيمة جدولية في جدول جملة ريال 1 تحت المعدل 6% ومقابل الزمن 8 دورات نتأكد نرجع للجدول القيمة قديش هي 1.59 8 1.59 8 1.59 1.59 8 3 هي القيمة الجدولية تحت 6% مقابل 8 دورات إيش الواحد فاصل 5 9 8 3 هذه عبارة عن 1 زائد 6 % 6 % مرفوعة للقوة 8 أحسب أحسب في الآل الحاسبة أحسب بأي طريقة ستجد أنها تساوي 1.59 8 3 4 8 10 11 12 13 16 18